موسيقى موسيقى حدفنا وسكتنا بدين نحنا هنزره�فنا واللي بينه بجد بيدر لما ييل الخر ده ويكتر نملك قطنا وحريتنا سلام أعزائي المشاهدين مساء الخير مع فقرة جديدة عن التصدير طبعاً كلنا عارفين أهمية التصدير بالنسبة لمصر فهو قاطرة تذهب بالمنتجات المصرية إلى العالم الخارجي لمشاهدة المنتج الزراعي المصري في أجود حالته حول هذا الموضوع هنتكلم مع المهندس شادي حجاج أهلاً بحضرتك فاندم أهلاً وسهلاً بحضرتك سبراهيم وأهلاً بالسادة المشاهدين حضرتك احنا عايزين نتكلم عن فيه ظاهرة جديدة النهاردة في الرأي العام بخاصة الصغار المزارعين وهي فكرة التكويت تمام الموضوع شغل الرأي العام بشكل كبير الكلام اللي هقولك اللي بيتقال حالياً في الأجواء المصرية إن هم بيقولوا إن التكويت ده قاصر على المزارع والمنشآت الضخمة وأما صغار المزارعين اللي هم المنتجين الحقيقيين لبعض الأنواع ما عندهمش إمكانية إنه هم يبقى عندهم تكويت فإحنا عايزين نعرف حالتك إيه هو التكويت عبارة عن إيه تمام وهل هو فعلاً مختص بالمزارع الكبرى ولا ممكن أي نوع من المزارعين يلتحقوا بهذا النوع من التكويت تمام بتتليهم منظمة أو هي جماعة المصدرين جماعة المصدرين هو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تمام عملوا نظام النظام دوت اسمه التكويت نظام التكويت دوت إن إحنا من خلاله هنقدر نرجع للمنتج بتاعنا حصل معني منين ويتم التعبئة بالفعل فيه تمام بحيث لما تتم من خلاله العمليات التصديرية سواء لدول عربية دول أوروبية دول شرق أسيا أي أن كان الدولة نقدر إن إحنا نتحكم في المنتج بتاعنا من خلال نمط التراسبلتي التراسبلتي يعني تتبع بتتبع المنتج بتاعي من حين ما طلع من الأرض الزراعية تمام ولو هو موجود برا بالكود ده تعرف هو مصدره منه تمام التراسبلتي دوت إحنا بيتم من خلال المجلس تسليل حاصلات الزراعية وزي ما قلنا بيخدع الوزارة الزراع ووزارة التجارة والصناعة المصرية فبالتالي إحنا كمصدرين أو كمزارعين بتتم هذه العملية عن طريق كود الكود دوت سواء رقم أو حروف بترقم الأرقام وحروف نقدر من خلاله سواء أنا كمصدر صدرت مثلا كرتونة جوافة أو فراولة أو رمان أو عينب أي منتج ما نقدر من خلاله إن إحنا الكرتونة بتاعت دي لو راحت دولة مثلا زي السعودية راحت فرنسا أي دولة ما أقدر من خلاله لو حصل مشكلة أو العميل بتاعي أو الدولة دي اشتاكت من المنتج اللي داخل لها دوت أقدر من خلاله أرجع المنتج ده بتعبى فين وتزرع فين ومن خلاله بنعرف نرجع للمزارع وللمحطات المحطات اللي هي محطات التعبئة اللي إحنا بنعب فيها الكرتونة ديت إن العملية ديت بتتم إزاي إحنا بناخد المنتج من المزارع بيتم تعبئته في محطات المحطات دي برضو بترجع لنظام التكويت بتاخدها تحت هنا هزا النظام يبقى إحنا عندين هنا تنين كود بيحكموا هزي المنظومة كود للمزارع اللي هي المزارع وكود لمركز التعبئة أو اللي هو المحطة التعبئة تمام يبقى الكرتونة بتاعتي ويا خارجة عليها استيكر الاستيكر ده التيكت دوت فيه اتنين كود كود الفارم اللي هو كود المزارع وكود الباكينج اللي هو كود محطة التعبئة بحيث لو المنتج بتاعي وصل دولة زي ما قلنا هي دولة ما وفي مشكلة المشاكل بتاعياتنا طبعا زي متبقيات مبادئة متبقيات مبادئة مش مسموح بيها يعني بتوصل لك شكوى من العميل أو من الدولة المصدر إليها هزا المنتج فيه متبقيات كيموية تمام فبيرجع يبلغ عن طريق هزي الدول لحجر الزراع المصري إن فيه مشكلة جاتلي في الأبوة كذا الكود بتاعها كذا وكود المحطة كذا يعني كود المزارع كذا والكود ده بالتالي لما بيخبروا المجلس التصديري ووزارة الزراع المصرية بياخدوا إجراء اتجاه نحو هزي المنتج أو هزي المنتجات المحبقة اللي داخلت هزي الدول تمام؟ فبيرجع يسأل فيها المزرع وبيرجع يسأل فيها محطة التعبئة طيب سؤال هو فيه شروط معينة عشان المكان أصلا يتكوت؟ تمام يعني حد عنده مزرعة تمام فيه شروط عشان هو ينفع أصلا مزرعة دي تتكوت؟ تمام الشروط عشان أكوت حياتك مزرعة فيه متطلبات بيتطلبها المزارع والمتطلبات أيضا بيوجهوا إليها المجلس التصديل لحاصلات الزراعية المصرية زي الجلوبال جاب شهادة بياخدها تحتها اسمها الجلوبال جاب الجلوبال جاب دي كلمة جاب دي اختصار لجود أجريكالتشار براكتس الممارسات الزراعية الجايدة تمام سواء المزرعة دي حصلت على زي الشهادة ذلك يعني أن انت بيتمارس الزراعات الجايدة اللي في المزرعة يعني هما المفروض أنهم يبيعاتوا لجنة تعاين المزرعة مزبوط تشوف نسبة بقى المبيدات تتحط فيها أو شكل الرأي ماشي الزاي أو شكل الزراعات ماشي الزاي مزبوط بالفعل طب وهل بتتباحها بعد كده كل فترة؟ هي هنا يعني هارده أنت لو بتاخد جلوبال جاب بقى المنتج بتاعك متوافق عليه تمام هل هما بكل فترة بيجوا ويراجعوا تاني المزرعة ولا بيسيبوك بقى براحتك بعد كده؟ الجلوبالجاب حضرتك في مصر بيتم خلال استشاريين خاضيعا لشركات خاصة وليست وزارة الزراعة فدي من ضمن المشاكل طب ديش ممكن تكون حاجة فيها شكل من أشكال المجاملات يعني؟ فيها أكيد بالفعل فيها شكل من أشكال المجاملات وده اللي اعنا جايين نتكلم في النهاردة يعني أنا بتكلم في الموضوع دوت بإحساس يعني أنا دلوقتي كشركة خاصة أكيد هجامل كصاحب مزرعة هجامله صاحب محط التعبية هجامله طب هل هو عشان يبقى عنده الجلوبالجاب دي بيدفع من بالشيط معينة يعني فيه اشتراك معين أو فيه عضوية معينة بتفعها بالسنة مثلا أو بالسنة أو أول مرة وبعد كده يدفع الشراك السنة أو كده؟ مظبوط يا فاني بدي بالفعل دي بتغضع لشركات خاصة واللي رجال أعمال مصريين بيتحكموا في هذه المنظومة إن مين اللي ياخد؟ الشهادات ديت شركات خاصة اللي بتمنحها دي نظام توكيلات من الخارج فيها جاس مستر تكفيش عمر الجال منح الأم اللي في الخارج مؤتمدة شركات هنا في مصر تمام اللي يتمنح الشهادات الشركات دي شركات يعني تتعدى صحيح يعني سبع تمان شركات على مستوى جمهورية مصر العربية يوم ما يتعدى عشر شركات فبالتالي كل واحد بيتحكم في هذه المنظومة وبيرجع يخضع للفلاح المزارع المصر بيرجع يشتكي من هذه المنظومة يرجع يقولك أنا بتكلف تكاليف باهزة أنا إزاي هكلف المحصول بتاعي للفدان مثلا سوي خمسين ألف والشهادة هتدخل بكذا فبيرجع لي عبء بالتكاليف الشهادة دي كل شركة في مصر بتشتغل بسعر وما لا هل سعر سابت ما لا هل سعر سابت يعني بالفعل كل مزارع يعني لازل حاجة مكلفة سنويا ولا رقم كل سنة حضرتك دي شهادة سنويا تمام لازم أي مزرع أو المحصول ده ياخد الشهادة ديت طب لو معروس الشهادة دي ما تصدرش المنظمة اللي هي التباقة ديت اللي هي منظومة التكويد لازم بتجبر المزارع إنه هو يشتغل عشان هيعتمد فلازم يبقى معاه الشهادة دي لازم من ضمن الأوراق المتقدمة في المجلس التصديل لحصولات الزراعية من ضمنها شهادة الجلوبة الجاب لازم تكون معاه فبالتالي هو بيبقى إكباري يعني لو معهش ما صدرش معهش ما يصدرش طيب طب ما معنا حدرتك كده إنه هو يعني صغر المزارعين أو المزارع اللي مش ضخمة مش طغير تاخدها تمام فمعنا كده مش هصدر ماذا يصدر بعمل خير مزارعة تانية موضوع القرار اللي نازم المجلس التصديل لحصولات الزراعية بمنح شهادة الجلوبة الجاب للمزارع بالفعل هي اللي بتشتغل أو بتساعد في المنظومة إن الشركات أو المزارعين الكبار فقط اللي اشتغلوا المزارع الصغير اللي عنده فدان واثنين فدان وعشرة فدان لحد يشين فدوا هو صغير بالتالي هو ما يقدرش يتكلف تمن شهادة زي دي تمن استشاري نازل استشاري طالع يعني الوزارة لازم تتدخل بس ما أكيد برضو إن هم بيعملوا شكل مراجع معين يعني أكيد إن هم عالمتهم على المنتج بتعني إن هو منتج جيد تمام مزبوط أكيد مش هتبقى عالمتهم على منتج وحتصدروا وحتلاقي إن هو في مشاكل تمام بس حضرتك دلوقتي إنت بتجبر المزارع الصغير إن هو ما يشتغلش إنت كده بتعرقله العملية أنا راجل مزارع بسيط هزرع فدان هزرع خمسة فدان طب أنا هتكلف من ضمن التكاليف شهادات الجلوبة الجاب شهادات الجلوبة الجاب يعني التمن بتاعها أنا مش هقدر اشتغل به طب وهل يعني هل هي مثلا مفيش منها مستويات لا حضرتك يعني افرد مثلا مثلا يعني في بعض الحاجات في الايزو مثلا تمام بيقولك مثلا المؤسسات اللي بتخضع لنظام إداري في عدد عمالة قد كده ينفع تبقى كذا تمام اللي بتعمل كذا تبقى كذا تمام عشرين فدان أكيد بيش هيدفع زي واحد عنده ألف فدان تمام مظبوط ده بالفعل ده بالفعل بس هي المنظومة بتاعة الجلوبة الجاب محددة من فدان لخمسين فدان سعر زي بعض من خمسين لمية سعر بس ده بالتالي الشركات المزارع ما يعرفش الكلام دوت المزارع المصري بقى مش متعلم معظم المزارعين يعني فلاحين قبن عن جدا وراسة مش متعلم ما عندوش المعلومات الكافية عن شهادة الجلوبة الجاب ما عندوش فبالتالي فجأة بيتصدم يعني تلاقي داخل عليه المنظوم المنظومة بتقولك أنا عايزة شهادة الجلوبة الجاب فبالتالي بيجريوا إجباري علشان يسعروا عشان يحصل عليها فبالتالي بيقع تاعة طائرة الشركات الخاصة الشركات المنح شهادات الجلوبة الجاب فبالتالي بيتحكموا فيه كساعة كوقت لإنه بيعركلوا في العمليات التصديرية الشهادة دي ليه وقت في المنح بتاعها وهو موضوع طلب موضوع طلب الشهادة دي حاجة جديدة موضوع طلب الشهادة دوت من ذات منظومة التكويد بدأت بالفعل هي من دمن متطلبات المجلس التصدير لحاصلات الزراعية من متطلبات تمام يعني لازم أنه يكون حاصل عليها تمام عشان ينفع أنه يكمل تمام من دمن المتطلبات الأخرى لموضوع التكويد مزرعة في مصر إن المجلس قالك لازم يكون فيها مخزن مبيدات ومخزن أسمدة محمامات جوة المزرعة جوة المزرعة طب بالتالي هنا بعض المزرعين عموماً تماً دي حضرتك أرض زراعية لما يجي أبني فيها مخزن مبيدات ومخزن أسمدة طيب المجلس المدينة أو الحكومة بتتدخل ممنوع المباني على الأرض زراعية ده قانون حضرتك احنا عارفينه من الزمان يعني متطبق فبيتالي يجي له إزالة طب انت إزالة حضرتك بتعمل منظومة وبتجبر المزارع إنه يعمل لك مخزن مبيدات ومخزن أسمدة وحمامات وتجمالي تمام بالفعل داخل المزرعة طب ما كده يجي له إزالة يا ممكن يحصل عليها مزارعة بس هتبقى متطلبة مساحة معينة لا حضرتك موضوع المخازم كمخزن مبيدات ومخزن أسمدة الأحمامات دي حاجات إكبارية إكبارية مباني ليها مواصفات خاصة مواصفات خاصة طب أنا يا راجل عندي فدين حضرتك أنت بتتحكم فيه عشان أكود تقولي ابني مخزن مبيدات مخزن أسمدة طب أنا بتتالي كده بس أنت بتساعدني كده إن أنا باور الأرض بتساعدني للحكومة تيجي تاخد مني الغرامات أنا دلوقتي يعني هزرع واشتغل ولا هتغرم وادفع فلوس للحكومة والحبس للسجل انت كده مش بتساعدني في العملات التصدرية مش بتساعدني في العملات الزراعية دي منظومة التكويت بس أرجع وأقول بردو إن منظومة التكويت هي منظومة كويسة بس بتغضع لجامعات المصدرين جامعات المصدرين اللي بتحكم فيها رجال أعمال رجال أعمال ومصدرين إنهما في الاسم مصدرين فبالتالي أنت بتعمل قرار المفروض القرار دو تطلع من جهة حكومية بحيس إن ما بقاش في جهة حيادية يعني جيها حيادية يعني انا ازاي بقى مصدر وانا انزل القرار اللي حريك بتقول عليه ده برضو مش عملي شويتين تمام ليه بقى لان انت بتقول هم دولية معترفين بيها تمام فهم عالميا عايزينها تمام فانت هتحل ده ازاي لا حضرتك عالميا انت لعملت حاجة داخلية مش هترف بيها هو خارجيا لا عالميا الجلوب الجاب ده اللي هو معتمد عالميا انا بتكلم بقى عن الجلوب الجاب النهاردة تمام هو بره عايزك تبقى حصل عليها تمام اما بالنسبة لمصري هنا حاضرتك موضوع التكويد يعني سؤال حاضرتك التكويد التكويد ده حاضرتك قرار ده قرار مصري من وزارة الزراعة من مجلس التصدير لحاصلات الزراعية وياخدأ وزارة التجارة والصناعة يعني بالتالي احنا عايزين موضوع التكويد ده تبقى ميسر لان حاضرتك المفروض ان احنا بنساعد العملية التصديرية ان حاضرتك التصدير في مصر بيدخل عملة صعبة طبعا يعني ده بتحكم في اقتصاد الدولة اولا بيصارك منتجك بره الحاجة التانية بيجيبلك عملة صعبة وفتح لك السوق جديدة فبالتالي احنا عاملين جمعية جمعيات مصدرين لان تكون وقفة معنا تساعدنا مش تعارق العملية التصديرية في مصر تمام فدلوقتي اللي انا شايفه من نسبة لعملية التكويد او نظام التكويد في مصر هي عملية بتعارق للمصدر والمزارع معنا مفترض ان انكتوا عضاء في الجمعية دي تمام احنا عضاء بالفعل في الجمعية مفترض ان انتوا يبقى لكم اصوات في مجلس القرارات حضرتك كمصدرين ومزارعين المزارع مش عادوا في الجمعية المصدرين احنا عايزين نرجع نعالج العملية ونوصلها ونربطهم ببعض بالمزارع والمصدر تمام بحس ان العملية دي مش بتتم عليها انا بقى مصدر هي بتتم في الاصل من تحت من تحت اللي هو المزارع المزارع عندي هو ده الاصل انا من غير المزارع انا مش هشتغل مش هصدر تمام انا مصدر ماش طب هشتغل منين برجع للمزارع فانت دلوقتي بتعارقل المزارع المزارع بتطلب منه متطلبات عالية جدا عليه وبتأخروا انت دلوقتي دخلت منظومة التكويد خمس محصية الرمان الفلفل العنب الجوافة الفراولة دول التكويد تمام وبيفكروا ان بعض المعصيل الاخرى زي الموالي هتبدأ تدخل في هزي المنظومة لسه متكويدش تمام طيب حضرتك كماجلس تصدير الحاصلات الزراعية وجمعية المفروض انت موجود بتساعد المصدرين طيب هتساعدني ازاي بان انت توفر لي كل الطرق ان انا ابقى مرتاح لها اني اتبقى فيها اسرع وقت اقدر اشتغل بيه ما تعركنيش وتأخرني في السوق تمام يعني بالفعل ما انت تيجي انا انا دلوقتي كمصدر اجا طلع شحنة بيرجع يقول انا اسحب واعمل لجنة لجنة ثلاثية طيب انا جهزت الكونتونر بتاعها والحاوية بتاعتي وازا خرجها برا ماسا حسب الدول اللي انا نصدرها لي طيب انت بتطلب مني لجنة ثلاثية اللجنة ثلاثية تنزل تسحب عينة طيب انت عندك كماجرس تصديري بعض المشاكل اللي بتقابلك المفروض تحلها بحيث انت تساعدنا كمصدرين طيب انت دلوقتي عندك موظفين في المجلس التصديري موظفين ذاتة كفاءة عالية ذاتة خبرة وموظفين جدد يعني انت دلوقتي كماجلس تصديري انت الناس بتشتغل فيك اه منظومة قديمة اه الموظف اللي شغال في المجلس التصديري لما تجيبلي حد حديث تخرج وتشغله وهو ما عندوش دراية كاملة بالمنظومة فبيبدأ التم العملية تأخير اه الدغط بتاع المصدرين يعني مثلا عندك بتاع الفين تلاتة الاف مصدر ازاي اقدر اتعامل في وقت واحد او في موسم واحد زي الفراولة مثلا اروح اتعامل يبقى فيه اتنين موظفين قدامي او تلاتة او خمسة اما العدد ده يتعامل مع خمسة في يوم بالتالي في مواعيد للعمل احنا عايزين نتدخل في مواعيد المواعيد ده مش منظمة نرجع نتحدث فيها مع مين رئيس المجلس التصديري رئيس المجلس التصديري يعني هو متعاون بالفعل بس في بعض الاعمال اللي هي بتشغله اللي هي ما بتخلوش يعمل متابعة للموظفين طب هل هم بره يعني انت لما بتيجي تصدر بره هم بيشترطوا عليك ان انت يتبقى مكود الحاجة والله المنظومة دي تطلبت هنا من المصريين احنا كمجلس تصديري اه اه انما بره مش مطلوبة مننا يا عيطة لو كنت بتصدر قبل كده ما كانش بيطلب مننا ما كانش مطلوبة مننا وكنا بنصدر والدنيا زي الفل طب ولو كان بيحصل حاجة في منتج كان بيعمل ايه هي دي بقى المشكلة اللي حصلت بالتالي وما يكيد عمله كده عشان كده عشان هو النهاردة لو منتج طلع بره هو يعرف ان الكوباية دي جاي من عند فلان مظبوط ده بالفعل ده مش من مصر مطبقاش مصر هي اللي اتهمت بالموضوع مظبوط لا يبقى المزرعة الفنية دي عندها مشكلة معينة هو بالفعل عمل منظومة التكويت دي تمت بسبب زي ما حيتك بتقول ان يبدأ يعرف انهي مزرعة انهي محطة عبا فيها مش يوقف الجمهورية كلها يعني جمهورية مصر الباية كلها تشغالة بس هنعاقب فيها مثلا فلان وفلان طيب بالنسبة للعقاب والصواب يعني يعني للعقاب والصواب بتاعنا احنا بنتكلم ان انت دلوقتي كمزاري عندك مشكلة ومحطة عندها مشكلة يبقى انت ما عملتش تتبع للمنتج بتاعك كمحط تمام طيب المشكلة هنا بيوقف لك المزرعة المفروض المحطة بترائب المنتج المفروض والمفروض بالفعل مجرد ان الشحنة راحت برا العامل اللي برا او الدولة المصدر اليها ديت هي دي اللي بتحكم على العملية التزرعة اللي تمت قصد المحطة اللي هنا دي تمام هي اللي بتراجع المفروض المحطة انها بتراجع بتراجع جودة ولا بتراجع مبداية بتراجع جودة وبتراجع مبداية اللي اتنين مع بعض بتراجعها بتحلل تمام طيب عندنا هنا مشكلة في المعمل المعمل دوت يعني معمل على مستوى جمهورية مصر العربية يعني مزم الرمان نصلا حيطا كان شغال زراعة الرمان بتمركز فين في أسيوت أسيوت أنا دلوقتي كمزارع اللجنة جاتلي ورصصتلي عينة وسحبت عينة عينة دي بتتجمع من المزرعة عينة عشوائية فأنا دلوقتي سهبتها وعايزين نطلق بقى المعمل المعمل أجي من أسيوت لحد المعمل في القيرة في الدقي المعمل المركزي المعمل المركزي فمعمل واحد على مستوى الجمهورية ملوش فروع ملوش فروع المفروض ان انت حضرتك كمعمل توفر لي فروع على جميع المحافظات بحيث انت تساعدني كمصدر وتساعدك المزارع أنا دلوقتي أسحب عينة كلبنا سوليسية طالبنا بالفعل بس ما تمتش لحد الآن يعني المنظومة اتطبقت بلا سنتين وحضرتك ما اتطبقش الكلام ده طالبت بي طالبنا بي طب المصدرين نفسهم يعني كمنظومة كمنظومة انتو كالتحاد مصدرين مثلا او كعضاء التحاد مصدرين ما يكيدتو كلكم بتعانوا من قلة الوجود المعامل طبعا بالفعل ده موجود المعامل ده تبقى قريبة مننا ده عشان تساعدنا في السرعة لما العينة بتروح المعمل ده وقت ده ممكن تاخد يوم يوم كامل انت عطلتيني يوم يوم عشان توصل يوم عشان توصل ويوم عشان يومين عشان تتحلل وبعض الأحيان بيأخروها المعمل وبعض يعني وفي عينة يعني المعمل في مشاكل كتير لازم يعني نشوف حل للمعمل معمل مركزي للمتبكات موبيدات اللي في الدقي ده معمل على مستوى جمهورية مصر العربية معمل واحد معمل واحد مفروض ان انت توفر لي معامل في جميع المحافظة يعني دلوقت سيزون الفراولة شغالة الفراولة الفراولة متمركزة في منطقتين في جمهورية مصر العربية في القليوبية زي شبيل أناطر ومركز بدري في البحيرة تمام المفروض ان انت كمزارع بتقول لي حل العينة حللها فين حويتك أه انت عايزه حللة عتلت بنا هي عتلتil قهيرها هي عتلتها القاهرة طب ح tenido وقت عتلتيني tiế exploring أنت عتلتيني واعتلت المصدر أنا مش يشتغل إن draftك مش جاي تساعدني crec انت بتطبع منظومة بتساعدني لأ انت حديتك كده بتعمل أنا عايزي أشتغل عايز سرعة عايز عين شايفيني عايز عين بتتبعني طب دلوقتي منظومتيالتكويت دي بتكتصر معايا زي ما قلنا حديثك على المزرعة وعلى المحطة من نسبة للمزرعة وقلنا المتطلبات بتاعتها المحطة لها ايضا متطلبات ومن ضمنها برضو شهادات شهادات الBRC او ISO 22000 دي خاصة الشهادات دي بالفوتسابتي طيب حضرتك من نسبة الشهادات دي انت بتكبرني ان انا اشتغل مع شركات خاصة تتحكم فيها ومن غير الشهادات دي انت ما تشغلنيش طيب هو برضو اتطلب الشهادات دي دخلي برضو ولا برضو ده بيتطلب من برد طيب موضوع الشهادات ديت خارجيا وداخليا بس بقت في مصر ايجباري انا راجل اصدر دولة ما بتطلبش مني مثلا شهادت جلوب الجاب فمش متطلبها بس كده انت بتكبرني اللي انا اعملها عشان اشتغل كداخل دولة جمهورية مصر العربية انا هقدر ازاي اشتغل ياشي ما هو بيعتبر ان السرتيفكات دي او الشهادة دي بتقول ان انت منتجات جيد يعني هي كاينة هي الجهة دي بتعتمد المنتج بتاعها يبقى المفروض الشهادات اللي هي الجهة المنحة في مصر يعني ينفع حضرتك كده في حالة ان يكون فيه حالات بتظهر في الماركت او مشاكل وناس حصة على الشهادات وحصل لها مشاكل يعني دي اللي ينفع فيها نتكلم لكن لو ما فيش الظاهرة دي يبقى هي موضوع مربوط ببعضه العلامة مكلفة شوية لكن هي بترجع جودة فعلا مش هتطلع اي منتجر اذا عايزينا هنا تاخدع تحت منظومة وزارة الزراعة احنا عايزين الحكومة تتدخل مش شرط يعني انت يعني زي ما حريبا تقول هي شهادة ممنوحة من الخارج لبعض الوكلة الداخليين تمام اوكي طب حضرتك هتحدد سعرها منين تحدد سعر ايه تحدد سعر الشهادة المنظمة اللي في العالم هي اللي بتحدد تمانها لا حضرتك الشركات المصرية ورجال اعمال مصرية اللي هي التوكلات اللي هي موجودة في مصر هي بتتحكم في السعر تمام ماشي طيب حضرتك يعني انت هتشتغل شهادة مثلا هي تحكم في السعر بس هو من برا بيبقى عامله سائل لمت ليها تمام يعني يقول له مين الى يعني سايه مثلا بيحها من الف دولار لالف وخصوصويت دولار تمام حضرتك دلوقتي حطيت مية دولار ومتين دولار في حضرتك مزارع عنده وفدين مش محتاج اللي هو يكلف نفسه اسان الشهادة طيب مهم مش حيصاد وبيشتغل من غير اي متبكات مبادئات وبيشتغل شغل كويس مهم مش حيصاد تمام مهم مش هيصدر ليه بقى هي دي الاعقب عشان هي العلامة دي تبقى دمغة شغله تمام يبقى المفروض العلامة دي تاخدع تبعا لوزارة الزراعة المفروض ان وزارة الزراعة تبقى القرار من خلالها ماشي لو الكلام ده بقى يبقى وزارة الزراعة تاخد توكيلها كمان زي ازا الشركات الخاصة تمام يبقى المفروض الشركات الخاصة دي وهي اللي تعتمد بقى دي قصة تانية تمام احنا بنتكلم في الموضوع ان تاخدع زي المنظومة تحت اشراف وزارة الزراعة طب متتكلموا مع مثلا كلية الزراعة حضرتك ان كلية الزراعة الجيلة ويبقى فيه خبرة مثلا زي لاجنة جوها كلية الزراعة هي اللي بتعتمد تمام تمام هو حضرتك الموضوع ده وصل وزارة الزراعة بالفعل بس هي متمدة الجامعية جامعية المصدرين اللي بيرقصها زي ما قلت حديتك رجال أعمال طب رجال أعمال دول بيصدروا قرار وهو ما شغالين في التصدير يعني حديتك طبيعي لأني انت جامعية رجال أعمال تمام اوكي طبيعي المفروض ان هي بتشوف شؤون التصدير طب حضرتك أما جم أصدروا قرار التكويد أما أصدروا على مثلا الفراولة احنا دلوقتي هنشتغل هذه المنظومة هتتطبع على محصول الفراولة لما جم يعلنوا عنها السنة اللي فاتت اعلنوا عنها مين اللي عمل حسابه في الأول ان يشتغل بالفعل المصدرين الكبار طب المصدر الصغير طب المزارع الصغير الناس دي حديتك تروح فين يعني حضرتك الناس دي انت دلوقتي يعني انت كمصدر بتصدر القرار من عندك طيب انت مصدر وده سوق مش بيصدر عنده والمفترض انه هو الجامعية الجامعية المصدرين المفروض انها تمثلت الرجال اعمال اللي بيصدروا في مصر تمام تمام في بقى مشكلة حضرتك بتقابل المصدرين ان كل مصدر بيقولك انا مالي انا مالي انا دلوقتي مصدر وحيتك مصدر حيتك الدنيا معاك ماشية ومية مية وبتاع عن طريق علاقاتك عن طريق وماشية كده يا حضرتك في الدولة طيب انا معليش علاقات ومعليش دنيا واهمش ازاي اصدر ازاي طيب حضرتك انت ما يجي اصدروا الكرار بيبلغ حضرتك ومبلغنيش طيب بلغ حضرتك في اول السيزون انا في اخر السيزون انا بالما فكر اعمل اي المنظومة اوه طبقها يكون السيزون خلص انت بالتالي لا بس اعتنيش اتسمو الصحول الحريك على حاجة اكيد المصدرين دول على مصدرات مختلفة في ناس ضخمة وفي ناس متوسطة وفي ناس صغيرة فاكيد المتوسطين والصغيرين لو شايفين المتوسطين الحريك بتقول يبقى فيك اجتماع جوه الجمعية ويعود يكلموا في النقاط دي دي حاجة بتمثل رجال اعمال خلي بالك دي مش حاجة حكومية بص احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مرة بس ما فيش عملية كنترول فيش عملية كنترول في السيستم ده خالص هما مش قادرين يعملوها كل يوم بينزلوا قرار جديد السنة اللي فاتت غير السنة دي يعني السنة دي في تكويد الرمان اذا كانوا هما طبقوا ان من شروط التكويد في المزارع متطلبات اشيات الجلوبال جايب تبني لي مخزن مبادات مخزن اسمدة حمامات عشان العجين نضفت المزرعة طبعا انت ما طبقتاش على الرمان الرمان انت قلت عن طبق المنظومة واستسنيت للنقاط دي على المهم يعني بص اكيد انتوا لازم تاخدوا موقف من جوة الجمعية ذات نفسها تمام مش هتبقى من جوة الدولة اكيد هتبقى من جوة جمعية لان انتوا اللي بتمثلوا ده كرجال اعمال مع بعض مزبوط بس انتوا تكتفوا كمجموعة متوسطة وصغيرة بحيث ان انتوا تقدروا تؤثروا على بقية مجلس الادارة بتاع الجمعية انكم تستذروا قرارات تتماشى مع صغار المصدرين او صغار المزارعين فيما يخص موضوع التكويد يعني طبعا احنا اخدنا من وقتك كتير لا ولا يا ما كبير بس هو الموضوع طبعا شيخ وفيه معلومات كتير جدا كنا عايزين نطلع على جدتك هو تمام وان شاء الله انا تمنى ان انتوا تقدروا توصلوا الحل مع كبار المصدرين بحيث ان انتوا توصلوا الموضوع تبقوا انتم موجودين هم موجودين مزبوط ان شاء الله فرصة سعيدة جدا ونلتقى بحركة مرة اخرى ان شاء الله انا بس ارسلتك شكرا 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 انتظرونا بعض الفاصم مع المعندس فارس معنا في الفقرة الثانية عزائي المشاهدين المهندس فارس عيد مستشار زراعي بمجموعة شركات ايفرولاند بنرحب بحضرتك معنا في برنامج من سيزرع مليون اهلا بك يا سبري اهلا بحضرتك احنا عارفين حالك متخصص في السوب الزراعي من احد تخصصات حضرتك يعني وخبراتك يعني فكنا عايزين نعرف يعني ايه مزة ان احنا نزرع في السوبة عن ما نزرع عادي يعني السوبة دي بتعمل ايه؟ هو حضرتك احنا بس نحب ان نذكر اخوانا المشاهدين والمزارعين ان السوب عندنا بتبقى انواع كتير اه في مزارعين بيزرعوا في السوب اللي هي اربعة ونص في خمسة وتلاتين بعض المزارعين بيزرعوا في السوب ستة في ربعين وفي سوب تانية اللي هي تسعة في ستين والملتسبان اللي هي بتغطي مساحة فدان او اقصر لحد خمس فددين كل صوبة معينة بتختلف عن الاخرى تختلف في نوع الزراعات ولا شكلها؟ في نوع الزراعات وفي الشكل لكن الاول والاخير انه كله بيغطى بالبليستيك او بالانتفيروس لحماية من الحشرات وتجنب كثير من الامراض طب وهل في جدوة من الزراع عن طريق السوب؟ يعني في جدوة اقصادية توفر او تكسب اكتر ان ازرع منتج بعين جوه السوبة عما زراعه في الارض العادية؟ طبعا في زراعات زي الفلفل الوان وزي الفصولية بس كل حاجة لها معادها لها توقيت سوبة او لها توقيت في العالم الخارجي؟ جوه السوبة لان احنا النهاردة ما بنزرع هل انا هزرع منتج للتصدير او الانتاج المحلي يعني لو قلنا فلفل الوان يبقى انا بزرع المنتج من خمستاشر اربعة ويستمر معايا حتى نهاية الموسم كده نقدر ننتج محصول جيد وبمواصفات قياسية للتصدير اما بالنسبة ان انا هنتج المحلي يبقى انا معروف ان انا بزرع الزراعات اللي هي الانتاج المحلي ونزلها السوبة طيب كنا عايزين نستسر من حالك على حاجة وهي بتهم كثير من المزارعين وهي السوبة المتخصصة في الخيار ايه الفرق بين الخيار اللي بيتم زراعته داخل السوبة والخيار اللي بيتم زراعته في الارض العادية ايه مميزات ده ايه مميزات ده ايه المشاكل اللي ممكن تواجههم في حالة ان هم يزرعوا الخيار في السوب يعني بيحتاجوا ياخدوا بالهم من ايه او يبتدوا ازاي الموضوع تمام الخيار الارضي اللي هو بيزرع مكشوف طبعا ده بيزرع في الصيف تمام من 15 اربع وبيزرع في 15 سبع وبيزرع في 15 تسبع الامراض داخل الخيار المكشوف نفس الامراض اللي داخل نفس الامراض اللي بيقابلها الخيار داخل السوب تمام تربيط الخيار داخل السوب بتفرق تماما في الزراعة الارضية اللي هي الخيار الصيفي سواء 15 اربعة او 15 سبعة او 15 تسعة ده بيزرع بزور او شتلات في الارض وبيترك النبات حتى ينتهي المحصول بتاعه لحد ما يخلص فتريته اما داخل السوب بيبقى لها قياسات تانية خالص طبعا بيت الزرع شتلات او بزور سواء في الارض التانية والارض الرملية تمام لكن بيفرق عن الارض في ايه بقى التربية والموسم الطويل الخيار الارضي بيبقى الموسم بتاعه قصير عمره اقصر اه من ثلاث شهور لأربع شهور تمام اما الخيار داخل السوب على سبيل المثال لو زرعنا الخيار في 15 عشرة بينتهي الموسم معانا لحد 15 خمسة او 1 خمسة يعني موسم طويلة طبعا لان الزراعة في داخل السوب بتبقى زراعة رأسية النبات انا بعلقها على سلك غير الخيار الارضي بيترك يمد على الارض تمام طب هل في فرق في الانتاجية كمية الانتاجية طبعا في فرق في الانتاجية انتعاف حضرتك قد ايه بقى هنا بنحسبها بالمتر المربع بعض الاصناف الجيدة اللي هي استخدمت اخيرا بيصل للمتر المربع لحد خمستاشر كيلو خمستاشر كيلو ده في الصوب ده في الصوب مش في العادي اه الفدان الصوب فدان الصوب يعني مثلا على سبيل المثال لو نكلمنا في الصوبة من 100 من 46 انتاج الصوبة بتاة اه تقريبا النبات النبات عدد النباتات فيها من 500 ل 600 نبات داخل الصوبة داخل الصوبة في الصوبة 46 بتنتج من 5 الى 6 طن خيار خيار خياسا باسعار الخيار الحالية يعني مفيدة مفيدة وتأتي بعائد على المزارع طب هل بتحتاج حاجات معاينة في المتابعة يعني مختلفة عن الزراعات العادية طبعا هنا بنسر بقى لإخواننا الفلاحين وإخواننا المهندسين زراعين بأنهم تكون حريص جدا جدا عشان هنتكلم في أسلوب التربية ومعالجة الأمراض والحشرات داخل الصورة الحاجات اللي ممكن تصيب الزرعة الخيارة تمام بنقول للمزارع انتبه لحاجتين طبعا بالنسبة للموسم الزراعة ابتدى بيبتكون عندنا عروة في 15-10 والعروة اللي بتاليها في 1-11 في أصناف يعني في الوقت في العروة التالية تمام هي بالفعل اتزارعت الصنف اللي هو في 1-11 معروف ردى المزارعين ايه الأصناف اللي بيزرعها في 15-10 والأصناف اللي بيزرعها في 15-11 لكن التربية واحدة في بعض الناس بيزرعوا بزر وبعض الناس بيزرعوا شتالات كل اللي بنطلبه من اخواننا المزارعين ان بالنسبة للبزور تحترس من الفار لانه ده ممكن يقضى على البزور تمام يعني ممكن لو فار واحد او فارين داخلوا الصوب ممكن يقضى تماما على مساحة فدان كاملة بالبزور لانه عنده حسة شم للبزور بشكل غير عادي في العائلة القرعية ولا يزيد في كمية المياه حتى لا تؤثر على الزرع بيصل الى سبعة ايام او عشر ايام بيبتدي تسميد النبات بنصح اخواننا الفلاحين انه بالتبادل ما بين سلفات النشادر ونطارات النشادر في التسميد حتى يحافظ على البي اتش داخل التربة جوه التربة الخيار من النوع الحساس جدا للبي اتش اذا انخفض البي اتش او ارتفع البي اتش له تأثير قوي على نبات الخيار بيأثر عليه يأثر عليه النهاردة النبات وصل عندنا لمرحلة طب قال فيه تحليل ممكن يتعامل يعرفوا منه البي اتش داعي يا ابوتي ده معنا ان شاء الله لو في بداية الموسم وتبقى حلقة تانية انه لازم يحلل المية ويحلل التربة بعض الناس يقولك ما احنا بنزرع وخلاص او بنسبقها بزراعات معينة واحد مثلا بعض الافارض يقولك احنا زرعنا لوبيا وحرصنا اللوبيا داخل التربة بقوله هنا لازم يبقى لنا وقفة نحلل التربة نحلل المية لان ممكن المصادر بتختلف عندنا فبالتالي ده يأثر على محصول الخيار اه يأثر على الزرع اللي وراها يأثر على محصول الخيار على الخيار بجسر الخاص اه ممكن كل ارض فيها نماتودة الخيار طبعا بيأثر عليه جامد في المحصول ويؤثر في تدهور النبات الخيار لان الخيار من من النباتات الحساسة جدا طب النباتودة دي ايه اسباب وجودها يعني اسباب وجودها طبعا انتخالها من تربة الى تربة بالذات في السماد البلدي اللي هو السماد العضوي ده اللي بينقلنا نماتودة وينقلنا الامراض الفطرية زي الفروزاريام والبيسيام وفروزاريام وبيسيام ورزوكتاني تمام بتأثر على الجدور عندنا اه بتأثر اه النهاردة بالنسبة للنبات الخيار طبعا في طرق التربية علشان اخواننا الفلاحين يهتموا بها جدا هو بيشل الورقتين الحقيقيتين بعد كده بيرب النبات النبات بيوصل لمرحلة تزهير يكون حريص جدا ان لا يصيبه الزبابة البيضاء لان الزبابة البيضاء هي ناقلة للفيروس يعني هي ما بتسببش الفيروس هي ما تسببوش بسها تحميله بعض الناس بيفهموا ان هي الزبابة البيضاء هي اللي بتسبب الفيروس لا الزبابة البيضاء بتنقل الفيروس للخيار بتنقله لكن هي ما هي ما عندهاش عائل 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 للفيروس يكون حريص جدا على اساس ان الخيار بيمشي في مرحلة النمو المختلفة بحالة جيدة بالتالي يدينا العائد المطلوب طب والزباد الزبابة دي بيقضوا عليها ازاي او بيقوموها ازاي في مبيضات مسموح بيها يمكن استخدامها او استيادها بالملصقات في عندنا ملصق كده بيبقى عليه مادة جاذبة زي الاستيكر كده بيعلق في الصوبة بالتالي الزبابة بتنجذب ليه بيبقى لونه اصفر وفي مادة لاصقة بالزبابة فيه تلتصخ بيه تلتصخ بيه طيب وال يعني كمية المنتج بالنسبة للخيار كمية المنتج اللي جواه الصوبة تفضل الحجم بتاع الخيار ذات نفسه بيختلف حسب المراعاة طبعا يعني انا بشوف صوب في الحقيقة طبعا بيبقى فيها احجام خيار كبيرة او حاجات احجامها صغيرة هل دي حاجة بتبقى راجعة لجودة المنتج ولا دي حاجة بتبقى مقصودة اول مفروض ان اخونا الفلاح او المهندسين الزراعين بيمشي بمعادلة سمادية منتظمة حتى لا يحدث خلل في النبات نفسه بالتالي النبات هيمشي بسلسلة متتالية يعني عندنا مثلا حجم الصمرة هو بيقط في صمرة بيوزنها من تسعين لميت جرام هنا بتقطف الصمرة ما يحملش اه ما يحملش الصمرة لما توصل معها ميتين جرام ميتين وخمسين جرام بالتالي بيحصل فيه حاجة اسمها تنفيل يبقى عند الظهر هنقول مثلا المسافة خمسين سنتي او ستين سنتي بدأ يجمع الخيار بنجد ان الخيار لو حجمه وصل مثلا ميتين جرام او ميتين جرام بيحصل الظهر اللي بعديه بيحصل فيه تنفيل وتموت الظهرة او الخيار ما يتمش عقده دي مهمة جدا طب هو المفترض بعد ما بيلم المنتج يعني هو بيشيل الخيار من على الشجر بيفضل الشجرة تسمر تاني حضرتك قريقة القطف بقى دي تفرق في انتاجية الدورة اللي بعدها ما هو أنا بقول لها حضرتك ده موسم طويل أنا بزرع في خمستاشر عشر بنهي واحد خمسة الخيار بيحصد بعد خمسة وتلاتين يوم لاربعين يوم يعني بعض الاصناف خمسة وتلاتين يوم بعض الاصناف على اربعين او اتنين واربعين يوم تقريبا تماما وبعدين فيه سلسلة جمع بيمتد شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وترجع تنتج تاني ما هو باستمرار فيه حصاد باستمرار يعني تعد الحاجة واربعين يوم تحصد وترجع تطل نبدأ حصاد ويطلع تاني باستمرار طب هل هو بيبقى يعني يعني ليه بعد ما يخلص الدورة حالي بتقول عليها دي تفضل بيرجع تاني بقى ياخد دورة جديدة ولا بيحصل ايه بعد اتنين واربعين يوم اه فيه حصاد مستمر تمام معنا لانه ده لونج طايم تمام موسم طويل خلص بقى بعد ما الموسم ده انتهى اه الشجرة دي بقى يحصل لها ايه ده خلاص بينهي المحصول ويبتدف محصول جديد يزرع تاني من اول وجديد اه من اول وجديد محصول تاني بس دايما اخوانا المزاعرين بيهرب من فطرة الحرارة الشديدة اللي هي في شهر 6 و 7 و 8 بيهرب منها بيهرب منها لان الجو تعيرات المناخية في الجو درجات الحرارة اختلفت ودرجات الحرارة تفعت عندنا فبيقدرش يزرع موسم خيار اللهم إلا لو انه عمل تظليل او اللي هو الانتفيروس اللي بيشد على الصوبة بيركبه على الصوبة ويه بالتالي بيحصل فيه عملية تهوية كمان انه بيقلل عدد النباتات في الموسم الشتوي ممكن يزرع من 550 نبات في الصوبة الـ 46 خدت بالحضرتك لحد 600 بييجي في الصيف يقلل عدد النباتات يحط فيها 400 نبات فبالتالي بيبقى فيه تهوية لعظم انتشار الامراض ويتمكنه من مقاومة الآفات الزراعية اللي ممكن تصيب تصيب طيب الداخل بقى الصوبة دي صد هل هو بيحتاج مبيدات مختلفة عن اللي بتتحط يعني المزارع اللي بيزرع خيار بشكل طبيعي بيستخدم مبيدات مختلفة عن اللي بتستخدم جوه الصوبة نفس المبيدات اللي بتستخدم في الزراعات المكشوفة هي نفس المبيدات اللي بتستخدم في الزراعات المغطاة اللي يدخل الصوبة طيب هل فيه انواع من الخيار ما ينفعش للزراع غير في الصوب؟ يعني فيه انواع ما تقبلش انه الزراع أرضي؟ حتى الخيار صوبة احنا بنقول يا أستاذ إبراهيم ان الخيار محصول صيفي تمام ممكن زراعته خارج صوب في الصيف تمام النبات في بعض الأصناف تزرع دخل الصوبة تزرع مكشوفة ممكن تزرع كده وتزرع كده تزرع مكشوفة طيب وجودة أنواع الخيار اللي هو المفترض المزارع أو المهندس الزراعي حريقة تشور عليه بيها يعني هل فيه أنواع انتاجيتها أفضل من أنواع؟ طبعا أخواننا المزارعين فاهمين كويس قوي أن فيه أصناف في السوق أصناف قوية مقاومة يمكن تربيتها جيدا وتعطيه إنتاج عالي جدا وعشان كده بنقول أنا بقدم النصائح لأخواننا الفلاحين احترس من شهر 12 وشهر 1 في حاجتين المياه والتسميد أنت ممكن وده بتجربتنا داخل الصوب الزراعية إحنا طبعا مزارعين خيار من مدة طويلة أن في شهر 12 بقول استطب المياه على قدر احتياج النبات تبقى لأيه التسميد لو مرة واحدة في الأسبوع حتى لا تسمم الطربة بالتالي تسمم النبات آه عشان ما يقزيش الزرع ما يقزيش الزرع وكمان هيلاحظ أن كل ما بيع للتسميد النبات بيحصل له حالة اصفرار والقمة النامية عندنا بتقف فأنا بقول له وده بتجربة عملناها مرة في الصوب في الخيار الصوب الزراعية وقفنا التسميد لمدة شهر كامل لن وما تغيرش الانتاج عشان كده وقف التسميد خالص وقفت الماشي والنبات ماشي وشغال ليه كم لأنه الفلاح عندنا بيحط السماد العضوي سواء الكاتكوت أو بيحط السماد العضوي اللي هو سماد المواشي العضوي هنا بيحتفظ النبات بكميات عالية جدا الأراضي الأديمة اللي احنا بنقول في شمال الدلتا بتحتفظ بكمية المية وكمية التسميد لفترة كبيرة لأنه مش كل التسميد اللي بحطه بياخده النبات بيبقى فيه متبقية فأنا بقول لما يجي الشتاء حافظ على المية التهويتك تكون مظبوطة خلي بالك من الرياح اللي الرشة عندك يكون منتظم وبمويدات مسموحة بيها حتى تعطي نتائج أفضل من عدم الرشة معنا مدخلة أستاذ سيد من الشرقية أهلا مساء الخير أهلا مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام ورح توله بركاته زي حضرتك دكتور بحي الدكتور فارس دشمانس فارس أهلا مساء وليه السؤال بسيط كده كنت عايز أعرف كيفية تكليب الخيار داخل الصوب كيفية تقليم الخيار داخل الصوب تمام فيه سؤال تاني كيفية تربية الخيار كيفية تربية الخيار تمام ماشي الدكتور فارس حيرد على حركة دلوقتي حال شكرا السؤال تمام يعني كيفية تقليم الخيار آه آه بالنسبة لتقليم الخيار أو طرق التربية الخيار فيه أكتر من طريقة في تربية الخيار وأنا بنفضل أحد الطرق وطبعا كل مهندس زراعي بيبقى ليه طريقة في طرق التربية وكل مزارع بيبقى ليه طريقة في طرق المهم النتيجة الأخرانية اللي خالص تؤدي لكمية المحصول المرجاع من داخل الصوبة نفسها وبيسأل ايه طريقة المسايا آه النهاردة أفضل حاجة احنا بنقول النبات عندي وصل لخمس ورقات أو ست ورقات بنزل الورقتين الحقيقيتين بشيلهم بعد كده الورقة التالتة بشيلها بحاول أن نبعد الإصمار عن التربة نفسها يكون ما يلمش التربة بنجمع الصمار من الأسفل برب النبات خمسين سنتي يكون تلاتين سنتي خاليين تماما من الأفرع الجانبية يعني المفروض خاليين تماما الخيار طبعا بيطلع أفرع جانبية أخلي تلاتين سنتي ما يبقاش عنده أفرع جانبية وابدأ رب الخيار على عقلتين العقلة الأولى العقلة التانية المزارة فهم طبعا أنا أقصد إيه العقلة الأولى العقلة التانية ورب النبات عندي واطلع خمسين سنتي على عقلتين الخمسين سنتي اللي بعد كده أخلىها على تلاتة على تلاتة على تلاتة يبقى احنا وصلنا متر ونص يبقى الثلاثين سانتي بعدين خمسين في خمسين وصلنا متر وثلاثين بعد كده ممكن تخلى على أربعة بعد كده لو عايز تترك ما فيش أي مشكلة عندنا الخيار لما يوصل لقمة في السلك هو فاهم معنى يوصل لقمة السلك بقص القمة واخد فرعين وانزل بيهم أول ما النبات يوصل للأرض بروح أقص القمة يبدأ يدي من الجوانب هيبدأ عندي فيه أوراق قديمة بنقص الأوراق القديمة أو اللي أصابها لصفرار أو اللي ما عادش فيها رجب النسبة لنا وحاول أكشف خمسين سانتي من تحت عشان يحصل فيه تهوية بالذات احنا قلنا في شهر اتناشر وفي شهر واحد بعض المزارعين بيترك الأفرع تمتد على الأرض للعامل اللي بيجمع عارف يجمع وما فيش فيه تهوية جيدة داخل التربة وداخل قصوبة بتزيد نسبة الرطوبة المفروض فيه رطوبة نسبية مسموح بيها كمان عشان درجات الحرارة لأن لو زادت الرطوبة النسبية وزادت درجة الحرارة عندنا معروف أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في التربة بيجيلي البياض الزغبي أو ما يسميه الندوة يبقى احنا عندنا ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة اللي هو الماء الأرض عندنا دي بتؤدي لظهور البياض الزغبي ارتفاع درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة وزيادة المياه المياه بيؤد البياض الزغبي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة ده يؤدي الى البياض الدقيقة البياض الدقيقة والبياض الزغبي دول حاجات مدمرة داخل الصوب اخطر ما فيهم البياض الزغبي ان انتشر داخل الصوبة بينهي تماما على الصوبة ده بيؤدي الى تأخير محصول ممكن علاجه ورش مبيدات ده طبعا بيكلفنا دايما نقول مبدأ عندنا زي ما بنقول المبدأ في صحة الانسان الوقاية الوقاية خير من علاج انا برضه اقول للمزارع والمهندس الزراعي اخوانا المهندسين الوقاية خير من العلاج هو نخلي باله من الزرع الاول عشان ما يتعرضش وفي حاجة مهمة جدا النبات الخيار ودي انا بنبه علاها جيدا لاخوانا المزارعين نبات الخيار اذا اصبح الساق نفسه املس وناعم والورقة عندي نعمة دي بتخوفني بقول له يا ريت لو فيه مادة سيليكات الكلسان موجودة في بعض العناصر المسموح بيها في الاسمدة يا ريت تبقى ترشها ليه بتعمل عندي؟ بتقوي الورقة وتقوي الساق وبيطلع فيه شعيرات في الساق بتبقى بمثابة الحماية لنبات الخيار عندي كمان معروف اوي خاصة في شمال الدلتا وبيضي بتحصل وبرضو بتحصل في المناطق الصحراوية داخل الصوب اللفحة النارية في الخيار يقول لك ده فيه سير بيسموه مرض السير هو من السير ده عبارة عن اللفحة النارية للخيار تحترس منها بعدم زيادة الميا وتخلي بالك لو عندك نماتودة فيه مبيدات للنماتودة حيوي بتضخ طبعيا من فيه الش تضخل الخيار كمان في نقطة انا عايزة وانت بتربي الخيار من الصغر ان انت تحاول تمنع عنه الميا على قد ما تقدر على اساس ان جدوره والشعيرات تمتد داخل التربة على الاقل من 15 ل 20 سنتي على اساس ما يجي سمت بعد كده الشعيرات هي الاساس فيها في امتصاص العناصر الغذائية الكبرى والصغرى طب وهل يعني يعني منتج الخيار ده منتج صديا مربح طبعا مربح للصور الخارجي لو صدر ولا بدخلي كمان النهاردة النهاردة سعر الخيار على ما اعتقد وصل 10 جنيه من 5 ل 6 جنيه تقريبا لا 10 جنيه دلوقتي 10 جنيه خيار الصغب 10 جنيه 10 جنيه الحقيقة برضو عشان ما نظلمش اخواننا المزارعين التكلفة عالية سواء في الصوب سواء في المشمع الصوب لانه مش اي مشمع بتحط على الصوب المشمع بتحط على الصوب ده مشمع اللي هو البلاستيك معامل بمادة ال-UV ال-UV على اساس ان هي يحافظ على النبات داخل من العشعة فوق البنفسجين لان دي اللي بتؤثر على نبات الخيار تؤثر عليه في الشتاء طيب هل في مقاس معين هو النموذج لمقاس الخيار يعني هل هي بتقول لي هو بتحسب وقت الجمع يعني اه بتحسب بالكيلو هل هي بتحسب بالطن اه مثلا الفدان بيطلع كزا طن فهل هو لو سابه كبر عن مقاس معين يبقى اربح له ولا ولا لا ليه لمته بعد كده يبقى الموضوع عشان كده انا عايز اتكلم مع حضرتك في حاجتين يا استاذ ابراهيم رقم واحد ان انا بقول لاخواننا المزارعين يا ريد تجمع خيارك ما الجيش اللي اسعارها ارتفعت عندك تروح تجمع للخيارة خمسين جرام او ستين جرام ده بالنسبة لك خسارة من تسعين لمية جرام حتى لو السعر غلي 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 رخص احنا بنلعب على الانتاج كم انا بنلعب على الانتاج بمعنى ان انا احافظ وامشي بمعادلة متولية هندسية وبمراحل فيها تعقل مش عشان السعر غلي ابدأ سمد ابدأ بالعكس انت ممكن في تسميدك العالي تسمم النبات لا تحصل محصول زي وعندنا التربة بالتالي تتأثر بالملوحة قد تبال حضرتك فهو المفروض من تسعين لمية جرام يعني الكيلو تقريبا ما بين عشر وحداشر يعني حوالي يعني تقريبا لعشر سمارات من عشر لعشر يعني وتقريب ويمشي بسلسلة متتالية كمان عايز انصح وقول له في عناصر صغرى عبارة الاحماض امينية جافة طبيعية ممكن هو يستخدمها دي بتؤدي الازهار والاسمار السريع وتعطي بجودة عالية جدا وطعم جاي جدا طب اسألك سؤال اخير اتفضل لو الراجل اللي بيزرع ده عايز يصدر الخيار بتاعه هل الخيار اللي بيتصدر يبقى له مواصفة خاصة هو احنا طبعا مواصفات اي خضار بيصدر لازم يستخدم مبيدات مسموح بيها تمام مبيدات ارجانيك تسميد المسموح بيه عالميا النسب المقبولة تمام ودي معروفة طبعا عند اللي هي محطات التصدير بتدهاله ده مسموح او غير مسموح لكن مفيش مقيس معينة للحجم او الوزن مفيش في الغالب بيبقى كل دولة هو لها مقيس وحجمه معينة متوسط اه يعني لو انت بتصدر دولة معينة هيبقى عندها لها مقيسة لان كل دولة بتطلب مقيس معينة واصناف معينة اه فهمتك اه اه يعني الدول ذات نفسها لها اصناف هي متدولة بالنسبة لها تمام تمام اه كمان نقطة اخيرة عايزة انصح اخواننا للمزارعين تمام ما تيجي ترش اي دولة عشان العناكب الحمرة ياريت تستخدم مبيد اخر معاه يقضى على بيد العناكب مع العنكبوت الاحمر وعايزك تفرق ما بين العناكب الحمرة مع الاكاروس لان مبيد الاكاروس يجيب الاكاروس ويجيب العناكب يجيب الاتنين يجيب الاتنين اما مبيد العنكبوت الاحمر بيجيب العنكبوت اللي هي الحشرة فقط اللي هي بس لكن ما يجيبش البيت مش البيت فدايما اذا استخدم اللي اتنين يستخدم معاه اللي هو علاج البيت نفسه ايه فهمت ايه ايه لازم ياخد باله من الحاجات المبيت دي 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 حاجات من الحاجات المدمرة خاصة لما درجة الحرارة بترتفع لو درجة الحرارة بترتفع طيب اه ناخد منك كلمة اخيرة قبل ما ننهي فقرتنا اه نصيحة بقى اخيرة اولا كده المزرعين في موضوع الخيار بحيس ان هم ياخدوا بالهم النقاط دي قطتين تلاتة كده يخلوا بالهم هم حاجة شهر اتناشر وشهر واحد احترس من المياه استخدمها انت قضرة باردك ما تبصش لجارك ده بيض مياه وبزمد لأ انت قضرة زي انت قضرة بصحتك عارف ايه يتعبك ما تكلوش ايه ينفعك وما يتعبكش خده وكذلك نفس الابده خليك حساس معه نسبة المياه ما تقولش الواحد قضى مياه يدي ايه لأ انت كمزارع او مهندس قاعد في الموقع بتاعك انت عارف امتى ارضك تشرف وامتى تعتش النقطة التانية احترس اذا كنت مركب مشمع جديد لسه الاول مرة احترس لان بيبقى كهروستاتيك وبيحتفظ بالتصاق المياه في سقف الصوبة ياريت المياه دي تنزل في الصباح الباكر قبل ارتفاع درجات الحرارة لان المياه مع درجات الحرارة او الشمس دي لها تأثير خاصة النقطة المياه لما بتنزل على الارضة بتعمل تبقع بالتالي الامراضة الفطرية بتنتشر داخل الصوبة ما تديش فرصة للبيض الزغب ينتشر عندك خليك عينك على الصوب يوميا ان انت تمر في داخل الصوب وتخلي عندي تهوية جيدة داخل الصوب كمان حاجة انت بتزرع فلفل على الجوانب بعض الناس بيستغلوا الفلفل ياريت تربيه تربية جيدة ما تتركوش هملا لان ده بيبقى موبوء بالزبابة البيضة والمن وده اخطر حاجة على الخيار كمان حاجة ياريت ان الخراطيم الموجودة على الجوانب بيكون متركب لها محابس مش كل مرة ان انا ادي الفلفل مية لأ الفلفل ممكن ياخد كل 3 ايام او 4 ايام او اسبوع لانه اوتوماتيك المية اللي بتنزل من عم شمع خاصة ان الصوبة بتبقى كارف فالمية كلها بتنزل على الجوانب اه فتخلي في مية كتير عند الفلفل كمان نقطة خطيرة اذا ظهرت الزبابة البيضة داخل الصوب اعلم جيدا انه جاية عن الفلفل اللي في الجوانب لان كل ما بزيد نسمة الازوت كميات الازوت اللي ما تبقى عالية قوي بتجلب الزبابة البيضة عشان بتمتص المادة الغذائية اللي هو البروتين المصنع داخل النبات اه تجذبها تخليها تبقى متواجدة بشكل اكتر طيب في حاجات تانية ممكن تنصح بيها بالنسبة للصوبة عموما ياخدوا بالهم منها مش عايز الافل الكامل للصوبة لان درجات الحرارة درجات الحرارة بالزاد في فصل الشتة لو جهة اسهل دخل الصوبة يلتهى نفس الدرجات الحرارة لبرها كمان حاجة اعلم جيدا ان نبات ان صمرة الخيار ظهرة الخيار يتم العقد يتم العقد فوق عقد عقد الخيار لا يتم الا تحت درجة حرارة عشرة اقل من عشرة بيحصل فيه حاجة اسمها تنفيل والتنفيل لازم تميزه هل هو نقص عنص الكلسم عندك ولا التنفيل ناتج على ان درجات الحرارة عندك محافظة المفروض ان الصوب عنده مايجيش يخليه اللي يقول ايه المغرب هقفل لا انا عايزك تسخن للصوبة شوية افتح بدري افتح بدري واقفل بدري افتح بدري واقفل بدري من بعد الساعة تلاتة مثلا او الساعة اثنين اذا كان درجة الحرارة منخفضة خارجية تمام ويكون عند على الالي عنده ترم متر يعرف درجات الحرارة ده متابقة للدرجة الخارجية مهمة اوى اوى استاذ ابراهيم النشرة الجوية النهاردة كل واحد معهم بيض نزل برنامج هتعرف درجات الحرارة كام سرعة الريح فيه امطار فيه غمامة يبقى انت تعرف تتعامل مع النبات ام تسمد ام تروي ام تزود الميا او نقص ميت تمام احنا طبعا بنتقدم بالشكر لحضرتك لا تحتامل استفادنا كتير جدا من معلومات الجميل اللي حريك قلتها واكيد السادة المشاهدين وبنتقدم لك بالشكر وان شاء الله نلقاك في حلقات اخرى لان احنا طبعا هنستفيد معلومات زراعية كتير لا لا تحتامل والسادة المشاهدين بيهتموا بهذه المعلومة عشان يقدروا انهم يستفيدوا من خبراتك ويقدروا يطبقوا ده على مزاريحهم على طريقة الزراعات اللي بيزرعوا فيها ان شاء الله وبالتوفيق لكل مزارعين واخوانا المزارعين واخوانا المهندسين زراعين وانا اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله مرسيها وشبا عزيزي المشاهدين نلقاكم في لقاء اخر الاسبوع القادم مع برنامج من سيزرع مليون البرنامج الزراعي الذي يهتم بشؤون المزارعين والفلاحين وشؤون الزراعات والمنتجات المصرية بالعمل والأمل سوف نخطو الى عالم جديد ان شاء الله ونلقاكم في لقاء اخر بقدين احلى شباب في الكون مصر هتزرع كذا مليون هنصمم على الحلم ونوصل وطريقنا اللي ابتدى رح يكمل بالصفر هيحلى وهيهون يا ربي بفضلك قدرنا على كل العقبة تنصرنا والصحراء الصفرات خدارة